قبل ما تروح وإيه الحياة تيجيهه؟ بس عايزك بسرعة تقول ليه؟ جوزالدو في ده فعلاً كان مقتنع بي جداً وعايزه يضم الزمالك في فترة الانتقلات حتى الصيفية صحيح ليه تعصرت هذي الصفقة لو عادتها؟ تعصرت الصفقة لأنه كان في بداية الموسم الاتحاد كان فيه تقاوفات كبيرة جداً بسبب مشاكل في الاسكواد وكان راس مال الاتحاد والضغط الجماهيري اللي على إدارة نادي الاتحاد السكندري إنه لا يفرد في أي من اللاعبي كان هشام صلاح عنده أفر من بيرامد زوم فيتشر رفضوا رحيله أحمل عادل ميسي كان عنده كلام مفوضات شفهية مع النادي الأهلي رفضوا رحيله مروان عطية كان عنده مفوضات رفضوا رحيله حتى ما بلوله وجاله أكتر من العرض العربي ورفضوا رحيله فهو كان الباب مقفول تماماً في الانتقالات الصيفية لكن الأزمة المالية اللي بيمر بها نادي الاتحاد في ظل طلبات مانوروبيتش أنه كمان مش بس الأزمة المالية او في الرواتب لقد الرجل طالب كمان أربح لخمس لعبين في الانتقالات الشتوية عشان يقدر يكمل مع الاتحاد ففي طبقة للأزمة المالية اللي موجودة في الاتحاد كان طبيعي جداً أنه الاتحاد يحاول أنه يستسمر في لعب من اللعبين ولين زمالك ما خدوش في نايل؟ زمالك ما خدوش في نايل ما خدوش في نايل لأن نادي الاتحاد السكندري الحج محمد المسلحي عمل التالي قعد مع مسؤولي نادي الأهلي جالوا عرض من إدارة نادي بيرامد هو اللي كلم اللي كلم نادي الزمالك قالوا أنا مديكوا وعد من الصيف إنه مرار عطية هيروح ولكن أنا عايز منكم حاجتين الحاجة الأولانية تجولي رغبة من اللاعب إن اللاعب عايز يروح عندوك أو يروح أي نادي تاني لأن أنا عندي دلوقتي عروض اتنين أنا مقدرش أبيع إلا للعرض الأعلى فلو أنتوا هتدفعوا زيكم زي أكتر عرض ومعاكوا رغبة اللاعب اللاعب يعتبروه في الزمالك ورغبة اللاعب كي تاني رغبة اللاعب منذ أربعة أيام ومبلغ بيها شفاهيا وكتابيا لنادي الاتحاد السكندري إنه يرغب في اللعبة للنادي الأهلي وده بالمناسبة اللي حسم الصفقة صالح النادي الأهلي